احدة العنف في افغانستان تشهد تزايدا ملحوظا واصططى زيادة عدد القتلى العسكريين والمدنيين على حد سواء فيما تراوح المحادثات بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان مكانها وفي ظل هذا الارتفاع باعداد القتلى اثر الاشتباكات العنيفة بالبلاد اعلن مصدر امني افغاني سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات الحكومية عقب هجوم شنته حركة طالبان على نقطة تفتيش في اقليم نانجرهار شرقي البلاد المصدر الامني اوضح ان طالبان نفذت هجوما على نقطة تفتيش وعبور في منطقة كوزبهار شرقي نانجرهار مما اسفر عن مقتل ثمانية عسكريين واصابة ثلاثة اخرين وتزايدت وتيرة العمليات القتالية في افغانستان نتيجة قرار واشنطن انهاء عملية سحب قواتها من الاراضي الافغانية قبل الـ 11 من ايلول سبتمبر القادم حيث يتواصل القتال بين الحكومة وطالبان التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد وفي سياق متصل اعنى للجيش الروسي ان موسكو تنشر طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 25 في الطاجكستان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود الافغانية هذا ومن المقرر ان تجري روسيا تدريبات عسكرية بمشاركة طاجكستان واسبكستان بين الخامس والعاشر من اب اغسطس القادم في الوقت الذي تشهد فيه افغانستان وضعا امنيا متدهورا بالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية والناتو منها